صنعت الأخبار المتداولة في الأيام السابقة حول ترشح الرئيس الأسبق للاتحاد الجزائري محمد رورا والحدث بسبب حنكة هذا الرجل لم يتبقى الكثير على نهاية مدة إيداع ملفات الترشح من أجل انتخابات الفاف لاختيار رئيس الاتحاد الجزائري الذي يمر بفترة صعبة في ظل غياب الرجل المسير لأعلى هيئة كروية في الفاف وكشفت مصادر صحفية محلية بأن الرئيس السابق للاتحاد الجزائري محمد رورا والحدث بسبب الضغوطات وعلاقته مع بالماضي خصوصا وأن هذا الأخير بعث عدة رسالات مشفرة دفاعا عن زدشي سابقا ضد رورا وهذا ما أكده الصحفي رفيق وحيد في مقال نشره في موقع جريدة الخبر الجزائرية بأن الحاج محمد رورا وبسببه أنه لم يتلقى الضمانات الكافية كما اتجهت الأطراف التي كانت تدعم محمد رورا إلى مساندة عبد الحكيم سرار وفق نفس المصادر